إذن من واشنغتون ينضم إلينا المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية سيد أندرو تابلر أهلا بك معنا وزيارات رفيعة المستوى لوفد إسرائيلي منتظرة إلى واشنغتون ما هي الأولوية في النقاشات الآن بعد ما كان من توتر ما بين الطرفين على إثر تصريحات نتنياهو أولا وحتى تأجيل اللقاء ما بين المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولين البيت الأبيض لنقاش الأوضاع مع إيران من جهة أخرى الإسرائيليون يريدون طبعا أن يحصلوا على الأسلحة الأمريكية وخاصة تلك القنابل التي تزين الفيرتل والتي يستعملونها في الحرب في غزة الولايات المتحدة طبعا قد أوقفت بعض تلك الشحنات لأنهم كما طلبوا على مدى أشهر بأن تكون هناك خطة خطة واضحة من الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب وكين ستنتهي الأمور بطبع هذا طبعا يجذب لانتباهها وخاصة الآن هناك توتر بين وزير الرئيس الوزراء والجيش في إسرائيل وهذا ربما يغطي المحادثة الثنائية التي قد تم تأجيلها بشأن إيران ولكن إلى أي درجة اليوم هذه الضغوط التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي جو بايدر من الداخل حول حجم وطبيعة الدعم العسكري أبعد من ذلك هناك مطالبات بحجب كل المساعدات العسكرية الهجومية وليس فقط شحنة الأف خمسة عشر إلى أي درجة في هذه المرحلة من العمليات على قطاع غزة قد يستجيب بايدن للضغوط الرئيس بايدن طبعا يتعرض لضغط كبير هنا في الولايات المتحدة لأنه يريد أن يعاد انتخابه وخاصة ضد الرئيس السابق ترامب لذلك فهو يتلقى ضغطا من الحزب الديمقراطي من اليسار خاصة لمحاولة الحد من مساعدة إسرائيل حيث أن الولايات المتحدة قد كثفت مساعدتها لإسرائيل منذ بداية الحرب والأمر صعب لأنه ما دامت الحرب واستمرت الحرب فهذا سيجعل من الصعب على بايدن ربما أن يعاد انتخابه وخاصة في عديد من الولايات المتأرجحة وبالعودة إلى لقاء سوليفان مع نظيره الإسرائيلي لنقاش ما يحدث داخل قطاع غزة هل تعتقد واشنغتون أن هناك موقفا إسرائيليا ما ربما يكون قد تبلور حول القادم من العمليات داخل القطاع أو حتى الانفتاح على الوصول إلى صيغة تهديئات تضمن وقف إطلاق النار هناك؟ أعتقد أن جيك سوليفان يريد بكل تأكيد أن يرى خطة وحتى الرئيس بايدن يريد ذلك هل سيحصلان عليها؟ لا نعرف ذلك أعتقد أن نيتانياهو يريد طبعا لأغراضه الشخصية بأن يكون هناك دعم مستمر وغير محدود من الولايات المتحدة ولكن لا أحد في إسرائيل يوافق على طبعا رؤى نيتانياهو وطبعا هناك القسام في إسرائيل الأمر معقد جدا وخاصة أيضا أثناء فترة الانتخابات في الولايات المتحدة هذا لا يعني أن الشعب الأمريكي أو أن الحكومة الأمريكية لا تساند إسرائيل ولكن هم يريدون خطة واضحة وهم انتظروها لأشهر ولم يتلقوها لحد الساعة إذن ما هي خيارات واشنغتون المتبقية؟ عند طرح بايدن للخطة الممرحلة الأخيرة قال هي بمثابة الفرصة الأخيرة لإسرائيل حتى لإعادة دمجها في المنطقة توازيا مع ما تعنيه من عزلة الآن هو يرسل كبار مسؤوليه إلى الشرق الأوسط في زيارات لا تتوقف والجانب الإسرائيلي لا يتأثر ولا تنعكس حتى على عملياته داخل غزة بالتالي ما الخيارات المتبقية بالنسبة لواشنغتون؟ ربما نقطة النفوذ الوحيدة التي يدى الولايات المتحدة هي فيما يخص تأخير أو إيقاف الأسلحة هناك شحنة واحدة فقط أوقفت ولكن هذه بداية الآن حديث وهناك انقسامات كما قلت في الولايات المتحدة وفي إسرائيل ولكن إدارة بايدن تريد ربما أن يحدث تغير ربما على المستوى الحكومي وهل هذا سيرتد سياسيا على إدارة بايدن وأيضا إذا تحدثنا عن حكومة إسرائيل فهل ستكون متشددة أكثر مثلا في إسرائيل وربما ستتغير الحكومة إلى من يساندون بايدن فنيتانياهو وحكومته ليس لديهم خطة الأمور تبدو غامضة جدا وهذا سيكون محل النقاش اليوم والأيام المقبلة ويبقى السؤال سيد أندرو عن مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية هل نحن نتحدث الآن عن توتر فقط ما بين رئيس الوزراء الحالي بنيامي نتانياهو وبين إدارة بايدن والصورة الأكبر على حالها ما بين الجانبين أم أن مستقبل هذه العلاقات أيضا ربما يتأثر على وقع ما حدث من توتر ليس فقط في قطاع غزة بل في كل الشرق الأوسط في المنطقة على وقع هذه الحرب إنه سؤال وجيه لا أعتقد بأن الحرب على غزة ستكسر العلاقة الإسرائيلية الأمريكية بالتأكيد ولكن مدامت الحرب طويلة فربما الموضوع سيصبح شائكا أكثر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وهذا سيسمح للأمريكيين والإسرائيليين أو عفوا لخصوم إسرائيل والولايات المتحدة مثل إيران لأن يستغلوا الفرصة ولكن نحن الآن في يونيو والرئيس بايدن طبعا يترشح للرئاسة والانتخابات في نوفمبر الرئيس بايدن كان يعتقد بأن هذه القضية كانت لتنتهي بسرعة ولكن ربما ستدوم لأكثر من فترة الانتخابات من واشنطن المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية سيد أندرو تابلر شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات معنا موسيقى